اشتركوا في القناة او لو انت حابة تعمليه حالة حلوة وسهلة وسريعة لولادك في البيت بيتباع في الكافيات والمولاد غالي جدا على الرغم ان هو بسيط هقولك على كل الاصرار اللي يطلع معاك احلى حالة طبعا الحالة ده طبعا كان بيتباع زمان ايام وحنا في الابتداء في المدارس اسمه حالة الموز وبقى لما بقى على فرانكا شوية بقى هنا بنقول عليه كوكيز المارينج خلونا نسمي بسم الله ودعمونا باللايك والشير يلا نسمي بسم الله ونبدأ الوصف هنبدأ اصحابي طبعا احنا شغلنا ببيض البيت بيض البيت طبعا لازم تكوني مخرجات عامل اساسي لنجاحها دي الوصفة انه يكون خارج من التلاجة من قبلها بليلة يعني تكوني مخرجات من قبلها تحطيها على رخامة المطبخ يعني لوحدة لغبط يلا اللهم مستعين طبعا الوصفات مثلا في الكيك محتاجين ندهن خبز بصفر البيض والبياض بتحطيه في كيز بلاستيك وتعنيه في الفريزر يفضل معاك خمس ست شهور في اي وقت تحتاجيه تخرجيه القاعدة الاساسية البياض ضعفه سكر يعني لو انتي هتستخدمي 100 جرام من البياض بالبيض هتستخدمي 200 جرام سكر السكر ضعف بياض البيض طيب لو انتي عايزة تشتغلي بالكباية نفس الحالة حطيتي ربع كباية من بياض البيض هتضيفي نص كباية من السكر مقابلها يعني مثلا اتنين كباية طيب هنا بقى هضيف معلقة خل صغيرة عشان الزفرة وبعدين هنضيف فانيلا في الوصفة هنا انا جربت الطريقتين طريقة ان احنا نضيف نخفق بياض البيض بالمضرب ونضيف عليه السكر البودر وندخله بعدين في التسوية لكن الطريقة دي بتطلع المارينج معاكي مكتوم لكن طريقة اللي احنا بناخد السكر العادي اللي هو بتاع الشاهي العادي مع بياض البيض ومعلاقة الخل على حل اللي حطيت حل غلية المية والمية ما تبقاش ملامسة طبق نبدأ نقلب حتى نتأكد ان السكر داب مع بياض البيض على بخار المية اللي بتغلي من اسفل هتاخد الموضوع ده دقيقتين تلات دقايق مثل ما انتم شايفين حتى بس نحط صبعنا في البياض نلاقي ان احنا دافي مش ساخن لانه لو ساخن هيتحول لأملت فمش هيبقى مارينج خلص ونتأكد ونشوف كده ان حبيبات السكر ده بالتمام ده اساس الخطوة الاولانية قلتلكم انا جربت الطريقة اللي بنحط عليها سكر باودر مع ده بيطلع مكتوم ما بيطلعش هش وخفيف ده كأنك بتاكلي هوا بالزبط ودي اصبت طريقة انا جربتها صراحة هستمر بالخفقة حتى تأكد ان السكر داب تماما وبنستمر بالتحريك لان انت لو قفتي ثواني ممكن من القاع البياض يبدأ يستوي فانتبهوا ملاحظات صغيرة لكن هي اللي بتنجح الوصفة اصحابي الناس بقى اللي نسيت تصلي على النبي كده وتستغفر في التعليقات تصلي على الحبيب وتستغفر في التعليقات كده وتكتب لنا كومنتات امر والامارات اللي نسوا اللايك بنفكركم بس حطوا اللايك كده ودعمونا وجزاكم الله خيرا هنا اصحابي السكر داب والبيات جاز الطبق او الاناق اللي هتشتغل فيه امسا حطيت نقطتين خل على منادي المطبخ ولازم نمسح الاناق اللي هنشتغل فيه وبتاع العجل لو انت هتشتغل بالمضرب نفس الحالة لان لو فيه اي نقطة زيت فيه نقطة اي دهنيات مية حاجة بيض البيض مش هيرتفق ولا هيعمل حاجة طيب فيه ناس مثلا بتقولك انا بافضل بالمضرب حتى في الكيك السفنجي او لما اعمل مارينج افضل اضرب اضرب عمره ما بيتماسك طب هو ايه السبب طبعا شايفين هقول لكم السبب هنا بنوصل لحد ما يفضل يبقى عنده من قار سابت يعني القوام كده سابت زي ما انتو شايفين بياخد من خمس لسبع دقايق ضرب ومتواصل هنا اخدت جزء ابيض وجزء تاني اضفت عليه لون احمر طبعا الدرجات بقى تقدروا تلونه براحتكم وهنستخدم الاقماع اللي هي دي اوكي طيب ليه ما بيتماسكش بيض البيض مع اني بافضل اضرب حتى لما بعمل كيك سفنجي بافضل اضرب وما بيتماسكش هي العملية بسيطة جدا مضرب البيض بتاعك ضعيف المضرب لو ضعيف مش من المركات القوية لو قعدتي ساعة تضربي فيه عمره ما هيتمسك معاك فاستثمري انك تجيب مركة كويسة عشان تقدر تعملي بيه الحلويات وما تشتريهاش لكن المركات الضعيفة والله لو قعدتي ساعة تضربي فيها اللي هيتمسك بيض البيض ولا الكيكة اللي سفنجيها هترتفع معاك هنا اصحابي اسهل طريقة عشان ده طبعا فيه سكر وما تلاقيش الدنيا كلها معاك بتلزق بناخد يا اما كيس تلاجة او البلاستيك راب نفرده ونحط فيه الخليط زي ما انتوا شايفين كده وبنقفله من الطرفين وبعدين نحطه فيه اكياس الحلواني بتبقى سهلة انا هنا بقى خدت ما كانش عندي لون اصفر جل فاضفت اللي هو الملون اللي بنلون صبغة الزعفران اللي بنلون بيها الرز بتدوب مباشرة وبعدين برضو بنختار التبات زي ما انتوا شايفين وبنقص والعملية دي بتسهل عليك في التشكيل هنا طبعا بقى الصينية لازم يكون عليها ورقة زبدة وحطيت لزقة كده من خليط المارينج عشان ورقة الزبدة ما تتحركش تحت ايدي وبتبدأوا بقى الاشكال برحتكم يعني التبات عايزين تعملوها وردة زي ما انتوا شايفين كده او اللي هي شكل الكسر او الروزيتا برحتكم عايزين تحطوا الستيكس بتاع الايس كريم برحتكم طبعا اصحابي ده يعني مشروع مربح جدا لو حبتي اتبعيه في الانلاين وبيتطلب جدا في الحفلات واعياد الميلاد وكده فطبعا بيبقى في اكياس مغلفة كده اللي هي البلاستيكية الشفافة بتغلي فيه بيها وبعدين بتبعيه بنفسه يعني وبعدين لما تحسب التكلفة مع الربح فربحه يعتبر ضعفين او ثلاث اضعاف التكلفة طيب والناس مثلا اللي عايزة تشتغل اونلاين ومش معقولة هتقعد تجيب بيض البيض والصفار هتعمل في ايه لا فيه مستلزمات الحلواني فيه حاجة اسمها بودرة المارينج زي بودرة الكريم شانتي ده بتجيبيه حسب الماركة اللي بتشتغل بيها وبتمشي على التعليمات بيعملك المارينج ده لان انت طبعا الناس اللي بتشتغل اونلاين هتبدأ تشتغل مثلا هيجي لها اردارات فمش هينفع تشتغل بالبيض الطبيعي الافضل انك تشتغلي بودرة المارينج اللي بتتبع عند مستلزمات الحلواني او موجودة في السوبر ماركت الكبيرة هتبقى ارخص من السوبر ماركت نفسه انتوا شايفين اصحابي عملنا اصابة عملنا الكست عملنا الوردات يعني طريقة التشكيل دي ابدعوا فيها حطينا عليها السبرينكل هنا بقى اهم خطوة هي التسوية الفرن مسخناه من قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 85 او 80 طيب يعني لازم تكون تحت المية 80 85 ما توصليش للتسعين بياخد ساعتين بالظبط ما بتفتحيش عليه بعد ساعتين هتفتحي تلاقيه نشف زي ما انتوا شايفين وبقى هش وخفيف واستوى طيب لو انا الفرن بتاعي فوق المية يعني يعني تشغلي طبعا احنا بنشغل من اسفل فقط وبنتحطي معلاء او تخلي الباب موارب عشان الحرارة تطلع وهش وخفيف وتحفى لايك وشير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة